استدعت وزارة الخارجية القائمة بالأعمال في سفارة مملكة السويد بأبوظبي وسلمتها مذكرة احتجاجا رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في مملكة السويد من خلال إحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم واستنكارها الشديد أيضا لمواصلة الحكومة السويدية السمح بممارسة هذه الأعمال المسيئة وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيام الاجتماعية في هذا الصدد وشددت وزارة الخارجية على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلبا على تحقيق السلام والأمن مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيام والمبادئ الإنسانية والأخلاقية مشيرا إلى أهمية إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيام التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب وشددت الوزارة على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب وشددت الوزارة على أن السماح المتكرر بمثل هذه التصرفات المسيئة يتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع الاعتداء وإهانة الأديان والكتب والرموز المقدسة موسيقى موسيقى موسيقى